هل يجوز قراءة الفاتحة وراء الإمام في صلاة الجهر؟ يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ أم لا يجوز بالنسبة للمأموم؟ أعلاش؟ يجوز أم لا يجوش؟ إذا كان العلمان يقول لك حتى يكمل وقراءها ولكن ماذا يقول لكم؟ يقول الله تعالى في أواخر صورة الأحراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلك وترحمون أسمع سيدي الله يهديك صافي قامت أسمع من يتقرأ القرآن أسمع النبي كان يقرأ واحد مرة القرآن وواحد السيد كان يديه هكذا يتمتم من يكي مصر قالوا لماذا تنازعون القرآن؟ ما تسكتش أسمع هذا هو المقصود لما هو يقرأ وانت تقرأ مع كنت أمر الإمام وإيقرأ الحمد لله رب العالم وحداك يقول لحظة 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 نسمع لولا أسمع لك معلولا أسمع لك روح نتادي الإمام كان الرأي الأخر يقول يقرأ والمقصود انت أصلها هو الخشوع ما يكونش الخشوع إلا بالإنصاب وتمعوني في كلام الله اقرأها في الصلاة سرية ترجمة نانسي قناة Ja